اشتركوا في القناة وتشرف معالهما بإهداء جلالته كتاب توثيقي بعنوان الشيخ عبدالله بن خالد الداعية والمفكر والمؤرخ كما قدم لجلالته فيلم يعرض أهم مراحل ومناقب حياة الفقيد رحمه الله وأعرب جلالة الملك المعظم خلال اللقاء عن شكره على هذا الإهداء المتميز مؤشيدا بما تضمنه هذا الكتاب القيم من معلومات ووثائق تاريخية تحكس ملامح مهمة من سيرة حياة سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة رحمه الله الزاخرة بالإنجازات بالإضافة إلى إساماته المتعددة في خدمة الوطن وفي المجالات الشرعية والاجتماعية والسياسية والإنسانية مع حكام مملكة البحرين وعلى الأخاص الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه واستذكر جلالته في هذه المناسبة مناقب الفقيد وخدمته الجليلة وتاريخه الحافل بالعطاء في مسيرة التنمية الوطنية مؤكدا أنه يعتبر أحد الشخصيات التي ستبقى ذكراهم ومآثرهم خالدة في ذاكرة الوطن ومن جانبه أعرب معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة عن شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على إشادة جلالته وثنائه على مناقب الفقيد رحمه الله سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته وينعم عليه بمنفور الصحة والعافية وأجدير بالذكر أن الكتابة أصدرته جمعية الحكمة للمتقاعدين وقام بتأليفه الإعلامي خالد عبدالله أبو أحمد بإشراف الدكتور سعيد السماك نائب رئيس الجمعية ترجمة نانسي قنقر